صباح الخير يا أصحاب أقليم الحرة بلبنان من خلالكم بدي يوجه هالرسالة لكل واحد يسمعها منرجع نحكي الوزير البطل تلميذ المعلم الكبير والمؤمن هذا ليس قدرنا أننا كنا مع كمال جنبلات بل هذه قماعتنا ومبادئنا والوزير واقل أبو فاعور من هالمدرسة الوطنية الكبيرة منحكي بعدين عن المواد الغذائية وعن الأدوية تبع وزارة الصحة يلي عاملي كل هالأمراض بالناس اغتنيوا ولاد صغرتها من وراها منحكي فيها بعدين البعض هلأ بدي يرجع كرر لكم إيران قالت للمعلم يا معلم أنت شو بدك؟ أنا بدمر لك الدول العربية أنا يا معلم بعملك أمنك بهالمنطقة وبعمل أمن أوروبا أنا كامشي كل شي بأيدي كامشي الإرهاب وكامشي كل شي هذا النظام الإيراني اللي عراضه لا المعلم طلب من شي ولا الأوروبيين طلبوا من شي أنا بأمنك كل شي كيف؟ بقسم الشيعة العرب ومنرجع ليا هيدي خلونا نبلش كيف؟ أول مين وصل هالمرحلة لهان وأنا عندي الجراءة أني إحكيه نحنا ما في شكل موارنا من الطائفة المارونية الكريمة بلبنان لبنانيين من الطائفة المارونية الكريمة بدنا نعمل DNA تنشوف مين أصل هالأرض ومين اللي تجنسوا بهالأرض وهذا مجبورين نعملها بارو كانوا يبنوا أفكار عمثال القادة اللبنانيين من الطائفة المارونية الكريمة يبنوا أفكار من خلال هذا المحيط العربي الكبير إجوا عملوا غلطان كبار غلطة الكبيرة حملوا صلاح بال75 أي دي غلطة غلطة العمر ياللي بنت تكلف واللي عم بتكلف الآن كل هاللي عم بتشوفوا مين ما بيكفي حملوا صلاح الموارني اللبنانيين بالذات والمسيحيين عامة نحنا فنيقيين يا لطيفة هالطرح الرهيب يعني مثل اللي ولدوا بأمريكا وبيحكوا لغة الإنجليزية بيقولوا نحنا بولونيين أو نحنا إيرلنديين هذا كلام مين بيقبله تعلمت إيران هالشي انتوا في نيقيين أوكي اجت تعهدت الالتزام وقالت للشيعة العرب ياللي ها أرض أباءهم وأجديدهم وربيوا فيها وهني أساس فيها بين هلالين أول مين طرح بعد الحركة الوطنية اللبنانية بقيادة المعلم الكبير كامال جنبلاط انه لا حل لنا لا حل لنا بلبنان بسوريا إلا بحركة وطنية بقيادة هذا الفكر المتنور بالطائف الشيعي الكريمة أنا كنت أمشي فيها بشوارع بريز ولندن وأطرحي كل ما لقات من الطائف الشيعي الكريمي اللبناني اشرح لنهية الأمل بهالحركة الكبيرة طلعت الحركة بدل ما تمشي من أجل الخير والبناء المستقبل اجيت حملة صلاح بمشروع تاني مختلف خلونا نقول هون اجيت إيران ضربت إيدي وبلشت تشتغل أول ما بلشت يحكوا مع الرئيس حافظ الأساد على أنه أنتو العلويين من أصل شيعي مش صحيح هالكلام كلام كتير فيه غلاط وركب براسه الرئيس الأساد سيبكن من كل حكايفي شغلتان كانوا يتغطغوا الرئيس الأساد أنه يكون هو النبيث الأسناي عشر الإمام الأسناي عشر وكان كل هذا طموحه والرئيس سليمان فرنجية سليمان قبلين فرنجية أنه يقول له أنت حافظ حافظ كرامة العرب هالشغلتان كانوا أعلى شيء بالدناء خصوصا تطلع من رئيس جمهورية لبنان هذا اللي من الطائفة المارونية الكريمة وبالحقيقة كانوا شغلتان هدول هاللبنانيين خصوصا المسيحيين كان العرب يفتخر فيهم الإسلام العربي كان يفتخر فيهم وكان يغار منه متطورين كتير كان بنظرة فحافظ الأسد كلمات الرئيس سليمان قبلين فرنجية تغضر له سروره من جوه طيب إجت إيران وفاتت فاتت عسكريا وسياسيا واستخباريا حولت الشيعة العرب إلى جاليات فارسية صحيح الحقيقة وتمكنوا من احتواء بالترغيب والترهيب والمزاهب واللي بتكن يستعملوا كل شيء بتكن يعملوا أن يجيبوا العلويين على المذهب الجعفري الـ 10 بالحقيقة العلويين منها يعني من منها الفرع لعبوا فيه بل شو كمان يحكوا مع العلويين بتركية إذا شيل محدة منتهلة كمان بنفس المنظر رجعوا بل شو بالإسماعيليين والسوريين والزيديين اليمنيين اللي بتسموهن حوسيين كل العرض مش يفيه مش يفيه مع أنه هايدي أرض أجديده أرض أباء لشيعة العرب والطائفة العلوية الكريمة لها دار كبير بالمنطقة بس بالحقيقة ما عندنا أي أصول شيعية خلينا نكون واضحين فيها ولكن نحن كان كل أملنا أنه شيعة لبنان عكتر منهم وعكتر منهم وعكتر منهم وعكتر منهم وطنيين كبار هن يقضوه بالحقيقة نفس الشيء بكل العالم العربي بس بقيادة انهن نحو البناء والأفضل وبناء المستقبل راحوا عغير شيء هلا إيران عم تعرض عمقلكن أنا سمعوا مشين كل واحد من كن يسمع يا أمريكان يا غرب يا إسرائيليين أنا الأمن أنا بعملكن كل شيء بس اعتوني الدار واعترفوا بدوري الكبير هل الغرب بيقدر يقتنع انه يعمل أمبراطورية جديدة بتكون أكبر غلطة في التاريخ هن والإسرائيليين إذا بيقبلوا بالنظرية نعم إذا قبله أكبر غلطة بدي تكون بالتاريخ بتاريخ الشعوب اللي تؤمن بالديمقراطية والحرية إنه نظام مثل النظام الإيراني يحمل الأنبلي النووية يا عيني يا عهل كيرسي كيرسي كبيرة من ها يكون الاندار بتوه اندار بس بيقنبلي نووية يا حراب نفذ الغلطة اللي عملها العالم الحر مع النازية بإلمانيا بتمنى عليهم ما يعملوه قبل ما تخلص لرسالتي حكات إنه نحكي عن وزارة الصحة والأدوية وبدي أحكي كلمة وفي الليلة الزلماء يفتقد البدر أين أنت أيها العميد الكبير أيها الضمير الكبير ريمون وأين أنت أيها العمليك الكبير الدكتور محسن شي شكلي المرحلة اللي دقطة نحتاج بلبنان نحتاج بلبنان إلى عميد ريمون أدي تاني وبنفس المستوى وبنفس الفكر وبنفس الإيمان ونحتاج بسوريا إلى الدكتور محسن شي شكلي هذا الرجل الدستوري القانوني أنكم وبالحقيقة كمان من باب الضمير والوجدان أين أنت الرئيس رنيم عوات والرئيس رشيد كرامة والرئيس ساقب إسلام والمعلم كمال جنبلاط أنتم يا كبار الكبار هذه المرحلة اللي نحتاج لألكم مثل العراق نحتاج إلى البابجة وأمثال الرئيس البابجة وإلا المرحلة خطيرة كثير شكرا وألف شكر يا أصحاب أقلام الحرة بلبنان ترجمة نانسي قنقر